أقول السائل كيف أعلق قلبي بالله وأستأنس به وأتلذذ بوردي القرآني ولا أخفيكم أني حينما أقرأ أريد أن أنتهي من الورد في أسرع وقت كيف السبيل أثابكم الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الأمر عظيم إن الإنسان يجد اللذة في الطاعة يجد اللذة في العبودية لله سبحانه وتعالى هذه اللذة إذا وجد العبد حلاوتها أنسته كل حلاوة وإذا فتح الله على العبد بكمال الأدب في عبادته إذا فتح الله على العبد في كمال التذلل والتخشع والخضوع له سبحانه وتعالى فهذه نعمة نعمة أظن لا توازيها نعمة لأن أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد عبادته التي من أجلها خلق فإذا أعطي في العبادة الكمال فلا أظن أن هناك عطية أعظم من هذه العطية تأمل نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ والله إني لأحبك فإذا كان نبي الأمة يقسم بالله أنه يحب حبيب الله ولا يحب إلا في الله صلوات الله وسلامه عليه فإذا به يهدي هدية لمحبوب من محبوب لمحبوب فنعم الحبيب ونعم المحبوب يقول له فلا تدعن بصيغة التوكيد كلمات تقولهن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا رزق العبد حسن العبادة إن شرح صدره واطمئن قلبه ووجد بركة هذه العبادة وكثير من البلايا والمصائب والرزايا تحل على العبد بسبب ضياعه إضاعته لحق الله في عبادته فإذا استقام أمر العبادة استقامت الدنيا والآخرة للعبد لكن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة هذا الأمر يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تأسي إلى اقتداء يحتاج إلى نور يهتدي به الإنسان ما يأتي بالتشاهي ولا بالتمني ولكن أن يجعل أمامه نورا أنزله الله من فوق سبع سماوات لا نور سواه وهو نور الوحي هذا هو الطريق إلى حسن العبادة وهذا هو الطريق الذي يجعلك إذا قلت الله أكبر قلتها بملء فيك وملء قلبك وإذا دخلت في الصلاة أنستك لذة الصلاة كل لذة حتى إنه يبلغ ببعض الناس أنه إذا سلم من الصلاة لا يتذكر ما الذي كان فيه قبله على خلاف حال أضحالنا نحن الضعفاء الله يرحل الآن إلا من رحم الله فهو يتذكر أموره قبل الصلاة لكن إذا أعطي كمال العبادة وحسن العبادة اشتغل بالعبادة فنسي ما سواه اللهم اشغلنا بك عن كل شيء اللهم اشغلنا بك عن كل شيء حتى تكفينا كل شيء وترضى عنا في كل شيء نسأل الله أن يستجيب لنا هذه الدعوة أن يشغلك الله به عن كل شيء فإذا شغلك به عما سواك فككل شيء عدا فإذا جاء يقول الله أكبر استقبل القبلة وقال الله أكبر دخل فيه أمر غير الأمر الذي كان فيه الدنيا كلها أمواله أولاده أعداؤه أصدقاؤه أحزانه أفراحه كلها تذهب عند الله أكبر يا بلال أرحنا بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني قرة عينه بمعنى أنه إذا كبر فهذه الساعة التي لا تعدلها ساعة وهي ساعة القيام والوقوف بين يدي الله جل جلاله ووالله ما من يوم تؤدي فيه الصلاة كما أمرك الله الفرائض فتغيب عليك شمس ذلك اليوم إلا وجدت من الخيرات والبركات والنفحات في نفسك وأهلك ومالك وولدك من حيث لا تحتسب ولكن أكثر الناس لا يعلمون العبادة لما تأتي تقول سبحان الله تتذكر من هو الله وأنك تنزه الله عن كل شيء لا يريق به وإذا قلت الحمد لله قلت الحمد لله أنت تستشعر من تحمده وتستشعر النعم والمنن التي يغدقها عليك من ليس لك فضل عليه وليس لك عليه منه يغدقها عليك أرحم الراحمين وهو سبحانه متفضل متكرم لا يستوجب عليه أحد شيئا فإذا قلت الحمد لله قلتها بقلبك ولسانك وإذا قلت لا إله إلا الله قلتها مستشعرا لمعناها متلذذا بما فيها من دلائل التوحيد لله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عن في كل شيء جل جلاله وتقدست أسماءه هذه الكلمة التي تطيش معها الصحائف هذه الكلمة التي من أجلها قام الله السماوات والأرض حسن العبادة لا يكون إلا بمعرفة من تعبد أن تعرف هذا الملك كم خشعت وكم خضعت بين يدي غيره من هو أكبر منك سنا أو أكبر منك جاها فكيف بملك الملوك الذي خضعت له الجبابرة وكسر الأكاسرة من أسلم له من في السماوات والأرض طوعا أو كرها طوعا وكرها إذا ما جاء طائعا يأتي كارها قال سبحانه للسماوات والأرض ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين من هذا ملك الملوك فالعبادة حينما تستشعر من تعبد ثم تستشعر عظمته في أسمائه والصفاته وكلها موجودة في كتابه سبحانه وتعالى لكن اقرأ بقلب اقرأ متدبرا متأملا متفكرا من الليلة من الساعة لا تمر عليك صفة من صفات الله إلا تعلمتها جرب هذا لا يمر عليك شيء يصف الله به نفسه إلا سألت عن هذه الصفة ودلائلها لتفني عمرك كله وأنت ما بلغت ذرة من معرفة شيء عن صفة واحدة من صفات الله جل جلاله وهذا ليس مبالغ هذه حقيقة فنحن في غفلة حسن العبادة لا يمكن أن يكون إلا إذا أحسن الأب معرفة من يحبد عرف منه الله ولذلك أحرف الناس بالله وهم الأنبياء هم أكمل الناس عبادة لله جل جلاله ثانيا مما يعينك على حسن العبادة أن تستشعر أن هذه العبادات كلها بحكمة وعلم والله سبحانه وتعالى بيّر في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طريق عبادته فإذا كنت في كل عبادة تستشعر أن فيها حكمة وأنها عن علم وعن بصيرة أحببت عبادة الله جل جلاله لأنه لا أكمل من شرع الله جل جلاله ولا أتم فأنت إذا نظرت إلى كل عبادة تعملها وتتدبر ما فيها خاصة إذا كنت من طلبة العلم ما تعبد عبادة الجاهلين وتجد كل هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقته حتى إذا انتهى من وتره بالليل صاح ثلاثا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ورفع صوته في الثالث لماذا سبح الله في ختم الوتر وما معنى أن يقول الملك القدوس جل جلاله ابحث في هذا واسأل عنه العلماء وستجد أشياء عجيبة ما تجد سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت فيها من العلم والبركة ما يعينك على حسن عبادة الله جل جلاله أن تعلم أن كل تشريع ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم وكل هدي في العبادة في الأذكار القولية أو في العبادات الفعلية أن فيه غاية الحكمة وأنه بعلم وببصيرا من الله جل جلاله وهو الحكيم العليم الخبير البصير فإن هذا يدعوك إلى أن تتقن العبادة وأن تؤديها على وجهه ومما يعين على حسن العبادة صحبة الصالحين والأخيار المتقين الذين إذا رأوك على ذكر أعانوك وإذا رأوك على طاعة ثبتوك أولئك القوم الذين تنتقص نفسك بجوارهم إن أصبحت سأصبحوا صائمين وإن أردت أن تغفو رأيتهم قائمين هؤلاء الذين هم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هؤلاء بإذن الله خير معين لك على حسن عبادة الله مما يعين أيضا على حسن العبادة أن لا يرضى العبد على شيء من حاله فإذا أعطي خشوعا في الصلاة سأل ربه ما هو أكثر وما هو أعظم فلا يرضى لنفسه بالدون وإنما تسمو نفسه إلى المعالي فإذا سمع بعبادة ثم أداها وأداها على وجه وجد أن الله فتح عليه فيه فإنه يسأل الله المزيد لأن العبد الموفق في حسن عبادته لله عز وجل لا يقف عند منزله بل يسأل الله المزيد ولذلك قال تعالى واسأل الله من فضله الله وكذلك أيضا مما يعين على حسن العبادة البعد عن كل شيء يبعدك عن الله لأنك لن تحسن عبادة الله وأنت تعصي الله لن تحسن عبادة الله بعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والغيبة والنميمة والسب والشتم وإهانة المسلمين وأكل أموال الناس فتبرأ إلى الله من كل شيء لا يرضيه حتى تلقى الله بالقلب السليم والقال بالمستقيم على طاعته سليما من أعراض المسلمين فلا يحول بينك وبين الرحمات ما يكون من أذية المؤمنين والمؤمنات فإن من أعظم العوائق دون الرحمة مظالم الناس اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله ترجمة نانسي قنقر